السؤال الكبير في هذه الحلقة، لماذا يقبل الأطفال على الألعاب الإلكترونية العنيفة؟ نعم، مساء الخير طبعاً عدة أسباب تؤدي وتدفع الأطفال للإدمان أو متابعة الألعاب الإلكترونية والتطبيقات على الإنترنت أو حتى المسلسلات التي تعرض على الشبكات الإلكترونية فلنبدأ أولاً بجائحة كورونا في الفترة السابقة في السنتين السابقتين الذي دفعوا الأطفال أن يكونوا ببيوتهم بسبب الحجر الصحي فكان نوع من أنواع التسلية هو المواقع الإلكترونية والإنترنت وما أدى إلى إدمان بعض الأطفال على هذه الألعاب أو التطبيقات التي تشدهم وسوف أسمح لي أن أوضح نقطة مهمة أن عندما نقول طفل فأنه نحدد من 0 إلى 18 سنة يعني حتى المراهقين بعمر 15 و16 و17 لا نزال نعتبرهم بحسب المواصيق الدولية كأطفال نظراً لأنهم لا يتمتعون بالنضج والإدراك والوعي الكافي الذي يسمح لهم بالتمييز ببعض الأمور التي قد ممكن قد تؤدي إلى أذيتهم هذه الألعاب والتطبيقات تقدم لهم كم من الاكتفاء الذات يعني بيعتبروا أنه هن عم يدخلوا ضمن المغامرة والتشويق الذي يشدهم أكثر وأكثر ويسمح لهم بنظرهم أن يثبتوا ذاتهم وأن يحصلوا على هوية وخاصة في سن المراهقة الدقيق جداً ومن الأسباب الأخرى أيضاً الأطفال الذين يعانون من نقص بالعاطفة نقص بالاهتمام من قبل الوالدين الظروف التي مر بها الأهل بكل دول العالم بسبب جائحة كورونا دفعتهم إلى ما بدي أقول إهمال مقصود ولكن حدث في العديد من العائلات إهمال غير مقصود فلم يتمكن الأهل من متابعة فعلاً عن كثب أطفالهم ماذا يشاهدون؟ مع ماذا يتفاعلون؟